السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسوعة جنس مش بس بتضم الأرقام القياسية للحاجات المفيدة من فترة للتانية بتضم أرقام قياسية لحاجات مجنونة تماما وده بدوره خلي عدد كبير من الناس يفكروا في أي حاجة ملفتة للانتباه علشان يعملوها واللي من خلالها يقدروا يلتحقوا بالموسوعة أهلا بيكم أنا عمر عبدين والحلقة دي هنتكلم عن أرقام قياسية مجنونة من موسوعة جنس وقبل ما نبدأ لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول في عام 2010 ميلادية سجل الهندي رام سينج إنه صاحب أطول شنب في العالم على الإطلاق شنب ساعتها كان بيبلغ حوالي 4.5 متر يعني شنب طوله حوالي 3 مرات ولو مستغرب من طول الرقم فرام ما أصش ولا جزء من شنبه لفترة تعدت الـ 37 سنة ولما سألوه إزاي قدرت تتحافظ على شنبك طول الفترة دي قال لهم إنه كل يوم كان بيخصص ساعة كاملة علشان يمشت شنبه وكل عشر تيام بيخسله بمجموعة من الزيوت أهم عنصر فيهم هو زيد جوز الهند الإنجليزي جاري تيرنر بيعاني من متلازمة طبية نادرة جدا اسمها إيلارس دانلوس والمتلازمة دي بتأثر على نسيج الضم للجلد وتحديدا بروتين الكولاجين المسؤول عن تقوية الجلد والتحكم في مورنته بيكون فيه مشكلة وما بيقدرش يقوم بوظيفه بشكل طبيعي وده بدوره بيخلي الجلد بتاع الجسم بأمرن بشكل كبير وبسبب الحالة الطبية النادرة دي جاري تيرنر بيقدر يشد جلده بطرق غريبة جدا وغير تقليدية بالمرة وفي دل كذا سنة بيقدم عروض في أماكن مختلفة وفي أكتوبر عام 1999 دخل موسوعة جينيس لإنه قدر يشد جلده لمسافة عدة 15 سنتي والمدهش بقى في الموضوع إنهم لما سألوه الموضوع ده بيسبب لك أي نوع من أنواع الألم ولا لأ قال لهم إنه مش بيشعر بأي ألم على الإطلاق إلا في بعض الأماكن اللي زي المفاصل غالبا لو نحلة قربت منك هتحاول تبعدها بكل طريقة وفعليا ده مش هيبرد فعلك لوحدك أي شخص طبيعي هيعمل كده لكن عايزك بقى تتخيل معايا إن في واحد دخل موسوعة جينيس عن طريق إنه غطى جسمه بالكامل بالنحل الصينير وانليان مينج قرر إنه يعمل حاجة مجنونة جدا حط على جسمه مواد بتجذب النحل ودخل في مكان مليان خلايا وبيوت نحل وبعدها طلب من الناس اللي موجودين إنهم يسيبوا كل النحل اللي موجود في المكان وخلال لحظات معدودة ويقف على جسم روان مئات إن لم يكن آلاف النحل والمدهش بقى إنه وقتها ما كانش لابس بدلة مخصوصة للتعامل مع النحل مثلا ولا حاجة الراجل جسمه بالكامل اتغطى بالنحل وما كانش باين منه ولا صنطي واحد ونظرا لعدم وجود طريقة مباشرة لحساب عدد النحل اللي على جسمه فتم التسجيل عن طريق حساب الوزن بمعادلة رياضية بسيطة واللي تم فيها حساب وزنه وهو النحل مغطيه ناقص وزنه من غير النحل وبعدين اتقسم على وزن النحلة الوحدة الحزبة وقتها طلعت النتيجة 63 كيلو نحل وتم تقدير عدد النحل اللي كان مغطيه ب637 ألف نحلة سباق الحواجز على الأرض مش حاجة جديدة والسباحة ببدلة الغوص برضو مش حاجة جديدة الجديد بقى انك تعمل ماراسون بلبس الغوص تلبس زعاني في السباحة في رجليك وتبدأ تجري بيه مع الأرض وتتخطى الحواجز في عام 2008 الألماني كريستوف إرمشور لبس ملابس الغوص وجري بيهم مسافة عدة الميت متر مليئة بالحواجز والغريب بقى انه قدر يعمل كده في زمن لم يتخطى الخمستاشر ثانية وتحديدا في 14 ثانية فصلة 82 علشان يحقق بيهم رقم قياسي في موسوعة جنس الغواص الأمريكي دارين تيلور هو محط من رقم قياسي في الغوص السطحي ولو ما تعرفش ايه الغوص السطح ده فهي عملية بيقوم فيها الغواص بالقفز من مسافة مرتفعة ويسقط في النهاية داخل بركة مائية عمقها 30 سنتيمتر فقط المنصة اللي قفز من عليها دارين ارتفاعها 11 متر والحوض اللي نط فيه هو حوض سباحة للأطفال يعني بالضبط كأنك نطت من الدور الرابع في طبق مية والموضوع طبعا خطير للغاية لو مش متضرب كويس على أساليب الغطس وعارف إزاي تحافظ على نفسك عظمك كله هيكسر بمجرد ما تنزل من الارتفاع الشاهق ده وعلشان كده الرقم القياسي ده بيدخل ضمن الأرقام القياسية المجنونة اللي صعب تحتمها كلنا عارفين الحركة الشهيرة اللي بنقدر نعملها بقطع الدومينو نروس قطع الدومينو وربع ديها كده وبعدين نزق واحدة فتقع وتفضل توقع كل اللي وراها لحد ما نوصل لآخر قطعة الغريب بقى أن في مهرجان دومينو فال كان فيه لعبة دومينو من نوع تاني خالص الناس في المهرجان ده استبدلوا قطع الدومينو بمراتب بشرية كل شخص حتى مرتبة سرير على ظهره ووقف بيها قدام الشخص اللي وراه لحد ما كوينه شكل متصل أشبه بالأشكال اللي بنعملها بقطع الدومينو وعدد المشاركين في العملية دي كانوا 1200 شخص كل واحد منهم شايل مرتبة على ظهره وبعد كده زقوا أول شخص فوقع واللي وراه وقع وفضلوا كده لحد آخر مرتبة والحدث ده علشان يحصل استغرق حوالي 13 دقيقة وتم تسجيل الرقم القياسي ده في ولاية ماريلاند في الولايات المتحدة الأمريكية والجميل في الموضوع أنه في النهاية تم التبرع بالملاتب دي للمحتاجين في واشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية البيتزا واحدة من أشهى المأكلات بالنسبة لكتير من الناس ولما تطلبها من مطعم ولا حاجة بيبقى متوفر عادة ثلاث أحجام أكبر حجم فيهم القطر بتاعه بالكتير بيكون 50 سنتي لكن بقى لما يبقى الأمر متعلق بالأرقام القياسية فالموضوع بيتغير شوية في 13 ديسمبر عام 2012 وتحديدا في إيطاليا تم صناعة أكبر بيتزا في العالم البيتزا دي كانت ضخمة بشكل غير طبيعي قطرها كان حوالي 40 متر وغطت مساحة على الأرض بتقدر بحوالي 1200 متر مربع وتم صناعتها عن طريق خمس أشخاص بس في 48 ساعة ومن الجدير بالذكر أن البيتزا كانت صالحة للأكل عادي جدا وتم تقطيعها وتوزيعها في النهاية على ذكر الأكل بقى واحدة من أشهر سلاسر المطاعم في الأكل هي مكدونالدز وواحد من أشهر سندوتشاتهم هو البيج ماك الأمريكي دونالد جورسكي بقى بسبب حبه للبيج ماك ده كل منه أكتر من 30 ألف سندوتش ولو مستورب من الرقم فخلينا نشرح القصة من البداية الراجل ده حقق الرقم على مدار 50 سنة من حياته بتبدأ الحكاية في مايو عام 1972 لما دخل دونالد جورسكي مطعم مكدونالز وطلب سندوتش البيج ماك بتاعتهم وقتها حس إن السندوتش ده هو أحلى حاجة كلها في حياته ساعتها طلب سندوتش تاني وسندوتش تالت ولما روح بيته قرر إنه يرجع تاني في نفس اليوم يشتري منه مرة تانية وفي النهاية قرر إنه هيروح كل يوم يأكل سندوتش بيج ماك وتبقى دي العادة اليومية بتاعته وفضل دونالد جورسكي على الوضع ده لمدة 50 سنة متواصلة كل يوم يطلب سندوتش أو أكتر من مكدونالز وما يعديش يوم تقريبا إلا لما يطلب وبعض الأم كان ممكن يطلب لحد 9 سندوتشات المتهش بقى في الموضوع إن دونالد كان بيحتفظ بكل الفواتير بتاعة السندوتشات اللي بيشتريها والموضوع ما توقفش عند كده كان بيأكل البيج ماك ده مكان أي حاجة يعني عيد ميلاده بدل ما يجيبوله تورطة يجيبوله بيج ماك يحطوله في شمعة وبالفعل أكل دونالد على مدار حياته 32 ألف سندوتش بيج ماك ولما سألوه بعد كده إزاي صحتك جيدة وما أصبتش بالسمنة المفرطة قال لهم أنا تعودت إن يأكل زبادي وقطع فاكهة من عند مكدونالز كل يوم وكمان كنت بتجنب البطاطس المقلية اللي بتيجي مع الوجبة ومش بكلها ده غير كمان إن بامشي يوميا 10 كيلو متر وبكادر بتكلمنا النهاردة عن أرقام قياسية مجنونة من موصوعة جنس تحبوا نتكلم عن إيه في الفيديوهات الجاية؟ اكتبونا في التعليقات ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والشير والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس علشان توصلكم فيديوهاتنا أول بأول واشوفكم الحلقة الجاية لسه هنا؟ معايش؟ عرفتوا إن عملت قناة بطلع فيها بوشي دلوقتي؟ قناة الشخصية اللي اسمها عمر عبدين بنشر عليها فيديوهات متنوعة زي عشوائيات كده بس عن حاجات مش محتاجة تتحطف عشوائيات لإن محتوها صغير اشتركوا فيها وفعلوا الجرس من الرابط الموجود في صندوق الوصف تحت الفيديو سلام